بعد مطار الطبقة في محافظة الرقة تتجه أنظار تنظيم داعش إلى مطار دير الزور العسكري الذي يبعد نحو عشرة كيلومترات شرق مدينة دير الزور يبعد هذا المطار عن مطار الطبقة 153 كيلومترا هو واحد من أصله 28 مطارا عسكريا ومدنيا ومختلطا منتشر في سوريا يتواجد فيه حاليا أكثر من 1500 جندي سوري هو أيضا مطار عسكري وعام تبلغ مساحة محيطه نحو 20 كيلومترا أما طول مدرجه فلا يتجاوز 3 كيلومترا يستوعب هذا المطار قرابة 50 طائرة لكن عدد الطائرات على مدارجه حاليا لا تزيد عن 26 طائرة مقاتلة من طراز ميج 21 أضيف إليها قبل أسابيع عدد من الطائرات والمروحيات التي قدمت من مطار الطبقة مطار دير الزور العسكري هو من أهم مواقع الجيش السوري في المحافظة لكنه ليس الوحيد فيها كما يروج التنظيم حيث يتمركز الجيش في بعض أحياء المدينة وفي عدد قليل من قرى المحافظة ما يعني أن انتشاره العسكري هو أكبر جغرافيا مما كان عليه في الفترة الأخيرة في مطار الطبقة كذلك يقوم الجيش بهجمات دورية على مواقع ومراكز لداعش في كامل أنحاء دير الزور ويستهدف دائرة جغرافية واسعة جدا حول المطار لإبعاد أي تقدم للتنظيم وبالفعل نجح الجيش السوري قبل أيام بشن غارة على مقر تابع لداعش أدت إلى قتل عدد من قياديه الميدانيين يحاول التنظيم السيطرة على المطار وذلك لبص نفوذه على كامل المنطقة الشرقية إلا أن قتاله الجيش السوري ومقاتلين من عشيرة الشعيطات وجبهة النصرة وأحرار الشام في آن واحد يضعف قدراته الهجومية سجلت الأيام الماضية طلاعات جوية أمريكية فوق دير الزور والرقة حيث تردد من قبل عدد من خبراء عسكريين أمريكيين أنها للرصد تحضر الأجواء لغارات سيتم تنفيذها في المستقبل القريب على مواقع لداعش في دير الزور وغيرها لإضعاف قدراته اللوجستية في المناطق القريبة من الحدود العراقية وربما من الحدود التركية ترجمة نانسي قنقر